أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وزد وبارك وكرم وأنعم وتحنن وتفضل وتكرم على هذا النبي الأمي العربي القرشي التقي النقي البهي الذكي الهاشمي المكي المدني صلاة ترضيك وترضى بها عنا إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا بكم يا شباب في برنامجكم وزدناهم هدى مبروك مبروك علينا بفضل الله سبحانه وتعالى سمنا شهر رمضان وقمنا شهر رمضان مبروك يا شباب قرأنا القرآن الحمد لله وتعبدنا طوال شهر رمضان صمنا هذه الأيام العظيمة المباركة وقمنا بين يدي الله سبحانه وتعالى ربنا يا رب يتقبل الصيام والقيام والقرآن وصالح الأعمال مبروك يا شباب مبروك لكل حد صام صح مبروك لكل حد عبد ربنا صح مبروك لكل حد كالرمضان 2024 كان رمضان مختلف كان رمضان التوفيق رمضان التوبة رمضان النجاح رمضان الفتح رمضان القرب بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى مبروك مبروك لكل حد اجتهد مبروك لكل حد منع نفسه من الحرام والشهوات والملاذات منع نفسه حتى من المباحات حتى من الأمور المباحة مبروك يا شباب النهاردة يوم الجائزة يوم المكافأة اه والله يوم المكافأة تاخد جيزتك لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعمل العيد يأتي العيد بعد عبادة عظيمة بينك وبين الله سبحانه وتعالى تيجي الفرحة تيجي الفرحة تيجي المكافأة من ربنا سبحانه وتعالى الدنيوية حتى في عيد الأضحى نسوم تسع أيام منزل حجة ووقفة عرفات والذهاب إلى ميناء والحج الأكبر وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يعمل لنا العيد العيد بيجي بعد فرحة ده العيد الحقيقي العيد الحقيقي انه ييجي بعد عبادة ربنا سبحانه وتعالى الفرحة الحقيقية انك تنجح مع ربنا سبحانه وتعالى تنجح في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى يوم العيد خلي بالك انت بقالك شهر كامل صايم قايم تائب خاشع ذاكر اوعى تيجي يوم العيد وتهد كل ده اوعى خلي بالك اوعى تيجي يوم العيد وتهد كل الخير اللي انت عملته ده بالعكس ده انت تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان يرزقك المداومة والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى مش دقت الخير في رمضان مش دقت طعم الطاعة في الشهر الكريم مش دقت طعم الترويح والتهجد والقرآن في الشهر الكريم بقى عايز تضيع كل ده فرصة فرصة ان رمضان الفين اربعة وعشرين يكون رمضان الاستقامة مدى الحياة ومدى العمر طيب بكرة العيد نعمل ايه سنن العيد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يا شباب ان اهم حاجة نعملها واحنا نزلين نصلي العيد غسل العيد اه طبعا العيد ليه غسل زي غسل الجمعة كذلك العيد ايضا له غسل تغتسل قبل ان تنزل لصلاة العيد كمان تلبس احلى حاجة عندك كمان تتطيب كمان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان من سنن العيد خاصة عيد الفطر انك تكسر صيامك قبل ما تنزل انت مش بقالك تلاتين يوم صايم تكسر صيامك لو على تمرة لو على شربة مية وانت رايح تصلي الفجر لازم تكسر صيامك زي ما بيقولوا كمان من سنن العيد انك تروح من طريق وترجع من طريق طب ليه علشان هنا في ملايكة وهنا في ملايكة يسجلونك وانت ذاهب الى الصلاة ويسجلون اسمك وانت عائد من الصلاة دي سنن العيد يا شباب خلي بالك صل ابوك صل والدتك بس ادها ادخل عليها الفرحة والسرور والبهجة في هذا اليوم الطيب العظيم المبارك فرح عائلتك فرح عائلتك بيك فرح عائلتك بكلمة حلوة فرح عائلتك انك تكتمع معهم ده يوم الفرحة ده يوم الجائزة ده انت مأجور على هذا العمل العظيم ربنا يكرمنا وإياكم ويحفظنا وإياكم ويجبرنا وإياكم وكل عام وحضراتكم بخير اسأل الله ان يعيد علينا رمضانا اياما عديدة وازمنة مديدة شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته